موسيقى يعلم بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة منذ لحظات انتهت مباراة كودي فوار والكونغو الديمقراطية بفوز منتخب كودي فوار بهدف دون رد هدف ليه سباستيان هلر في الديئة 65 كودي فوار حالة استثنائية غريبة وتاريخية في هذه البطولة كادت أن تخرج أو خرجت من كأس الأهم الأفريقية في الدور الأول دور المجموعات وبعد كده الأمور مشت معاها وصعدت أفضل ثوالث بعدما كان مشاهد الحزن على لعيب كودي فوار في آخر مباراة أمام غينيا الاستوية مشاهد الحزن على جماهير كودي فوار رحيل المدير الفني لكودي فوار كل حاجة اتهدت في كودي فوار في منتخب كودي فوار بعد الدور الأول وفجأة لعم معاهم الحظ وصعدوا ضمن أفضل ثوالث إلى الدور اللي بعد كده دور الستاشر ومن ساعتها وكودي فوار طايرة في البطولة طايرة صاحبة الأرض والجمهور بتفوز اليوم بفضل أقدام سبستيان هالر هو الآخر هو الآخر يعني لو قلنا ان منتخب كودي فوار مجازا مجازا عائد من الموت في هذه البطولة فأيضا سبستيان هالر بعد مرض خبيث تعرض ليه مع بروسيا دورتومون يعود ويتقلق مع بروسيا دورتومون وأيضا يتقلق مع كودي فوار ويكون منتخب بلده ليه المباراة النهاية قصة جميلة قصة حلوة قصة يعني من قصة كرة القدم العظيمة يعني كودي فوار في النهاية